احلى مسالي احلى متابعين شلونكم حبايب الغالي انشاء الله يراب الكل بصحة وسلامة وطبعا جمعة مباركة ان شاء الله على الجميع شوفوا اليوم شلون خبط جبت لكم غير الله يخبل طبعا هاي الطريقة اكيدة جوز اللي شافها راح يقول لي انا خدتها من قناة تركية بس غيرت بالمواد مالتها بس كطريقة هي عن نفس الشي بس المواد مالتها سوتها تختلف خبز خبز البطاطا وخبز البطيتة بس شنو ما احشي لكم الطعم والنكهة اللي بي وسهل وبسيط واقتصادي يصير وجبة عشة ويصير ريوك وتريدون ويالا استيكانة تشاي عصرية بما انو السيف جايكم يعني كل شي المهم سهلة وبسيطة وشقد ما توقعون وهمشي يشوفوا الليونة والطعم مالتها ما احشي لكم يلا حبايب خلونا اللايك والجدد ياريت الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس وهم ياريت تشاركون الفيديو حتى يوصل اكثر عدد ممكن هس رح خليكم يا طريقة العمل هنا طريقة العمل طبعا رح استخدم تلف كواب طحين رح تقولولي كل كوب جرد يعادل 200 غرام تلف كواب طحين وهم المقالي رح اكتبوا يا في صندوق الوصف عجينة كل سهلة وبسيطة هنا بعد ما هنخلي تلف كواب طحين رح هنخلي اكيد احنا لازم الخمرة شوفوا تلف الكواب وقدت لكم الكوب لحجم 200 غرام رح نخلي خمرة ملعقة طعام او ظرف ملعقة طعام او ظرف الخمرة يعني هس رح اقولكم انا هم شون بالمقادير بالاوزان همين اهنانا شكر تقريبا ملعقة كوب وملح رح نخلي هم تقريبا ملعقة كوب انا ماردة شوية يعني ملوحتها بارزة الزيت هنا عدنا ربع كوب زيت ربع كوب زيت رح اخلي تلت تربع الكمية من عنده ويبقى في الشي بسيط بس مو تلت تربع كوب المي دافي رح اخلي شوية شوية وعجنها طبعا هم تشانا وحاطين العجينة يعني القناة التركية اللي شفت عدها الطريقة عجنتها بالحليب انا قلت حتى سوي غير مكلفة فعجنتها بالمي ورح نخلي اخر شي عليها الزيت ورح نخليها تختمر اه جدا تختمر تقريبا ساعة احنا عدنا بوتيتا مسلوقة سلقناها وراح نسويها بهذي مال مهراسة هي مال بوتيتا رح نخلي وحدة وحدة بوتيتا او بطاطا رح هولين هو يقولها شنو بوتيتا يعني رغم نهي قدام هون بس مرات يسئلوني شنية فرح نخلي وحدة وحدة ونهرسها شوفوا حتى هم لصعتكم استعبوا حتى لصر بيها تكتلات هم تحطون الكمية كلها ما تعرفون نهرست كلها بالكامل بيها تكتلات لا حطوا وحدة وحدة وهرسوها افضل بهذا الشكل بحيف يعني كلش تريدون هم تبرشوها براحتكم بس هاي انا شوية الطريقة اسهل شو رح اخليها شوية ملح ورح اخليها فلفل ابيض هم ربع ملعقة كوب ونصف ملعقة كوب كاري طبعا هاي همية سوية تختلف لان هما ما حطوا لها اي نوع تتبيله بس انا احب الكاري بالوتيتة كل الشيء جبني دائما من اساول فطار احب احط لكاري ينطيف ادنكها وطعم كلش طيب وهم رح نهرسه ويا تتبيله هس هنا عدنا كوب جبن اي نوع جبن اي نوع جبن سائل احد قولولي جبن هم غالي ماكو داعد لا تحطين جبن حطي غير نوعية اي نوعية جبن بس المهم حطي جبن وياه اي نوعية جبن بس خلي جبن وياه طبعا هم هنا هم حطوا وياه بعض كوب حليب واجنوها انا ما حبيت هاي الطريقة بصراحة ما حطيت لكوب حليب يعني شوفوا انا هواي غيرت بالطريقة سويتها يعني على طريقتي الخاصة بس هي لوصبك تكون ما خدتها من قناة تركيا بس حبيت انو اغير بها هاي العجينة ورساعل العجينة طبعا ما صير قوية شوية بيها ليونة ليش حتى الخبزة صير عندش طارية شوفوها صارت تخبل راح نشنددها نسويها اه اربع شنك لان هي قلت لكم هي خبز تريدون تقدون سووها بالفرن هذا الكهربائي انا بصراحة تسوي بالفرن الكهربائي بس بصراحة عجزت فسويتها بالفرن مالتي مالطبع اهنا راح هاد همين اسويها بقد الشنكة مالتي العجين بقدها بالضبط تشوفو لان انا رد كمية هواية لان هي مقسمة خبز البوتيتة او البطاطا فلازم بيه كمية كل جهواية فالمهم هنا سوناها من اربع لقدها شوفوا العجينة طبعا لينا فيها ليونة دي شوفوها.. بس ما تلزق بالايد لينا بس ما تلزق بالايد يعني شوفون شون اقول لكم وايهاني راح نجيب هاي السويناها الشون كمات البوتيتة ونحاطها بالبطنها يعني مفل اللي خبزة بي مال التمر بضبط ناسه هنا ش راح اسوي راح افتحها بالشبك بس على رهاوة ايدي قاني هنا تفتح بالك السريع لان انا مسرع الفيديو بس لا انت متفتحي فتحي على رهاوة ايدك فتحيها جدا ما تريدين حجمها يكون براتش يعني عادي أصر حجمها كل الشبير فعن فتحتها بهذا الشكل ورح أخليها على ورقة الزبنة شوفوا يعني سهلة كل شو بسيطة ومو هذا احنا الطعم مالتها يعني أتمنى أتمنى تجربوها وأكيد دي جروها شنو يدي زي الصور على الأنستان أنا استنى في السيسب قناتي أضغطها بأصابيع بحيب تتزرف أو بتشطل يعني ليش لأما أريدها من خبزها تنفش أريدها على هذا الشكلها يعني لازم تتزرف أما بيدت أو بشطل هس هنا رح أفتح وعدة ثانية هميا وهي شوية الشنوقة مالبوتيتة رح أفتحها بهذا الشكل واستشوفوا نفس السلخ فيه مال التمر ماكو أي فرق مجرد أنه حجمها كبير هس هنا سدها من جوازين حتى لا تنفتح قدتي وفتحها بالشياب قلت لكم اشغل ما تريدون الخفية براحتكم أنا حبيتها نوعا ما شوية بيها الفخن يعني أقدر بعد أسويها أخف بس أنا حبيتها شوية بيها ثخن وشوفوا طبعا هي طبعا حجمها كل شي بيه بنا دا شوفون مفرش وهم رح أخليها على ورق الزبدة تريدين تفتحيها رأسي باشرة على ورق الزبدة ترا هي بس عجينة عادة تخافون عجينة لن كل شي حلوة تريدين تفتحيها وتحطيها بعدين على ورق الزبدة براحتك وهاي قلت لكم أهم شي ها إن شاء الله بحالة تنزرف بأصابيتش يعني تصير بيها ثقوب أو قلت لكم بتشطل يعني ما يدها تنفش يا سبع الماء أربعة تنكملنا هن هنا جمنا بيضة طبعا هي خلت بصطفار بيضة من القناة أنا حطى بيضة كاملة وحخلي لهنس كافية وراح أخلطها يقلت لكم إنس كافية يضطي فد لمعة للوجه طبعا هي محطة طويل بيضة يعني أعتقد هم شي يعني يفيد المهم هناش راح نسوي هاي أهم إن شاء الله الوجه لازم بالكامل تخلو لبيض بالكامل دا شوفون يعني حتى تضطيكم الشكل واللمعة ويعني هو الشكل واللمعة حلو هسا شنو آخر شي راح أجيب رشة سمسم وحبة البركة تريدون بس سمسم تريدون بس حبة البركة تريدون هاي إن شاء الله تنية ما تحبوها عادي مو مشكلة ليعجبكم يعني بس أنا حبيت تدرون بيضة داما أقول لكم الفطائر يعجبني يعني هي نوعا ما ها من الفطائر بس هي شكل خبزة يعجبني بيها حبة البركة وحبة السوداء والسمسم هذي واحدة ثانية شوفوا قربت لكم يعني قلت لكم هاي ما شاء الله تلبيها يعني لازم كل هدايا المدائلين هاشوفوهم بعد الشوية شوان هراح تنطينا شكل الفرن أنا هنا أنا شغلته شقد شغلته على درجة حرارة ميتين درجة حرارة ميتين شغلته وراح أخلي صينيتين سوية بالوسط وتستوي الجو والمفلسطينية فوق تستوي الفوق وبدلهم المهم هس هاي أول وحدة طلعناها وشوفوا شكلها طبعا يعني يعني أنا بصراحة مش فتها بالقناة يعني هسا طتني نفس الشكل بالضبط وورلى أربعة وبعد أربعة منها يعني متوقعتها تطلع لي بهذا الشكل والنكهة والطعم والريحة ما أقول للكم يعني شوفوا موادها بسيطة كلش يعني وسهلة وما تاخد منيش وقت يلا خلنشوف هسا اليوم بكم وحدة راح تجربها هاي صارت عندنا أربع قرص واحدة أرواع من الثانية وأنتوا شفتوا هنا أربعة وهاي قدامكم أربعة يعني لا طلع الجبن منها رقم أني حطيت كمية يعني كوب هواية ولا هذا الشكل هشوفوا يعني بصراحة أنا مبهرت بشكلها وطعامها كلش كلش طيب وأكيد أنا همين راح بتحلكم إياها من الوسط وأراوي لكم إياها وهاي هسا شوفوا ها وتكون لينة شوفوا لازم تكون لينة يعني ورح أراوي لكم همين الظهر مالتها شوفوا لازم تكون لينة يعني هي مثل الخبزة قلت لكم بس نوعا ما شوية فخينة وحشاية وهذا ظهرها شوفوا ظهرها وجهها نفس اللون وهي قدامكم اتخبضوا هسا هم راح نفتحها وراويكم ياها شوون البتياتة وتجبني شوفوا شوون شوية دايسيل بيها يلا شوفوا يعني أحاول أجيب لكم طريقات سهلة إذا كان من عندي أو من قنوات ثانية فأنا راح أتكر جبت لكم أنا أي تجربة أجربها من شخص ثاني أحب أذكره بس بصراحة اسمي القناة شوية ما أذكره بس هي قناة تركية على العموم فبصراحة قلت لكم هي أجبتني الفكرة يعني حسيتها تكون طيبة وفعلا فعلا يعني البهر حشفتها واليوم سويتها يعني يوم ما حدو سويتها فحبيت الفكرة قلت خلي أجربها وأشوفها وده طلعة صدقرة وعا حتى نزله المتابعين لأن تسوادون منها السهلة وموادها كلش بسيطة وهيشوفوها قدامكم هذا الفيديو مارتنا حبايبي أتمنى نال إعجابكم وإن شاء الله ما نسيتون باللايقون هنا ورحمة لكم معرفة سلامة جميعا ترجمة نانسي قنقر